اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك الصراع الثنائي صراع الأقوياء على الصدارة اشوف هناك من غيرت شواهين راشد بن سالم بن عبدالله الطوقي غير مجريات الشوط وانتقل الى الصدارة الى المقدمة ولكن المركز الثاني وهناك ممثل السلطنة تواجد مع هذا الشعار الجميل الذي دائما يمثل في المحافل لله هملولة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي اما المركز الثالث وهناك الشاهنية حمدان بن محمد بن حمد الدرعي في ثالث المراكز والمركز الرابع اليمامة وسي بن مرهون بن علي المعمري مع اليمامة وهناك المركز الخامس والتواجد من الشاهنية محمد بن سالم الملكز الرابع تواجد في مركز الخامس اما المركز السادس فنتأخر قليلا المركز السادس نتأخر قليلا حتى نعطي كل ذي حق حق في عالم الإذاعة وهناك تواجد فيه لساء المركز السادس والوصول يا سلام هذه هي الشاهنية جاسم بن محمد بن سيف الدرعي وهناك شعار بالحزيبي مع بدر بن سيف بن محمد والمركز الثامن التواجد هناك من الدرعية مازم بن سيف بن علي اليابري وصل اليابري هناك شعارات قادمة أشعارات هناك يا ما لها إنجازات هناك عديدة في عراضي السلطنة وخارج السلطنة تواجدت خلف الكواليس ما زالت ولكن انتظروا المفاجهات عند لايحة الكيلو متر الأخير ولكن العودة هناك مع الصدارة مع التحدي ومع القوة مع شواهين وهملولة الله 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 كوكبة ثلاثية بقيادة هملولة في هذه اللحظات هملولة على الصدارة محمد أسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي وهناك الملاحقة من شواهين راشد بن سالم بن عبدالله الطوقي والقدوم هناك يا سلام من الشاهنية حمدان بن محمد بن حمد الدرعي الله الله بهذه العدسات الجميلة الناقلة لهذا الحدث تلفزيون سلطنة عمان والعدسات الهجانة السلطانية هناك مع سيف الرحبي شكرا يا مبدعين على هذا الإبداع على هذا التمييز بهذه اللقطات الجميلة التي تتجول عدساتكم بين الشعارات في هذا الشوط أما المركز الرابع فهناك أتأكد من صاحبة الذي تواجدت في المركز الرابع رابع المراكز رابع المتحدين رابع الواصلين هناك اليمامة اليمامة وسي بن مرهون بن علي المعمري القادم من ميدان السويق والمركز الخامس هناك التواجد الشاهنية من محمد بن سالم المبيحسي والمركز السادس سادس المراكز القدوم من الشاهنية جاسب بن محمد بن سيف الدرعي والمركز السابع أول إذاعة هناك مع الوعد الله صبيح بن راشد بن سالم الغيلاني وصل مع وعد وهنا جبارة بدر بن سيف بن محمد وهنا الغدوم الله هنا السرية وصلت ناصر بن عبدالله الوهيبي مع السرية ولكن العودة إلى الصدارة العودة مع الانفراد العودة هناك مع القوة العودة مع الأثارة الله 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 هملولة هناك مسيطرة كاملة على مجريات الشوط على مقدمة الشوط هذه هي هملولة تقود الشوط راس الله السلام السعيد بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا هملولة الله السلام وهناك المركز الثاني والتواجد من شواهين راشد بن سالم بن عبد الله الطوقي القادم من ولاية المضيبي ميدان الفتح أتهل المشاركة في هذا الكورنفال الكبير في هذا العرس التراثي الذي يقام على أرية هذا الميدان وهناك الشاهينية وحمدان بن محمد بن حمد الدرعي ووصول اليمامة إلى الرابع المراكز إلى المثلث القادم الله 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 هناك الشاه اليمامة وصلت لسيب المرهوم بن علي المعمري الله يا سلام هذه الأربع الذي انفردن على الصدارة على المقدمة نشوف المركز الخامس وهناك وعد والوعد كالرعد أصبيح بن راشد بن سالم الغيلاني مع وعد في خامس المراكز والمركز السادس مع جبارة بدر بن سيب بن محمد وهناك القدوم من السرية ناصر بن عبدالله الوهيبي ولكن نعود نعود ماذا جرى هناك على الصدارة هناك الله 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 تحركات قوية الله 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 إبداعات هناك على الصدارة ألف كيلو متر النهائي الله 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 هناك الصدارة معهم لولا وسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي لم تصدر الأوامر العصف البطان أما المركز الثاني هناك الشاهينية حمدان بن محمد بن حمد الدرعي وشواهين في المركز الثالث راشد بن سالم بن عبدالله الطوق يا سلام ولكن اليمامة في المركز الثاني اليمامة هناك وسيب بن مرون بن علي المعمري مع المركز الثاني المركز الثالث الشاهينية محمد بن محمد بن حمد الدرعي والمركز الرابع وصلت وعد 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 تبقى درب اصبيح بن راشد بن سالم الغيلاني وهناك يا السلام جبارة دخلت من منتصف الميدان بدر بن سي بن محمد ولكن العودة إلى الصدارة حرك ياللي تبقى تحرك الجماعة قادمين مع معة الشوط خلاص خمسمية متر النهائية المنصة التتويج والسلامات هملوا لعلى الصدارة والعصه قوس في البطان مشكور يا الممثل مشكور يا السلام من الآن هنا عند لايحة ثلاثمائة متر برسل السلام وينما كنا نتعود نرسله إلى المضيب يا السلام وإلى الأبيض وبالأحرى إلى برزمان سلام يا برزمان سلام من أرض ميدان فلي باتجاه برزمان بهذا الفوز بهذه الأبطال الذين قدموا من هذه المنطقة ومن هذه القرية الله 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 تهانين والناموس لمالك هملولة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي العصف في البطان والمركز الثاني هناك القدومة من وعد أصبيح بن راش بن سالم وغيلاني والمركز الثالث جبارة بدر بسيب بن محمد والمركز الرابع رابع المراكز الذي وصلت هناك الذي تحمل رقم أربعة جواز شاهينية لحمدان من محمد الدرعي أعود بالتهنية إلى مالك هملولة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم